السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والإخوة الكرام مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد في هذا الموقف كما تشاهدون معنا طبعا نحتاج إلى مكنسة كهربائية ولكن أغلبيتنا لا يتوفر على المكنسة الكهربائية وإنما يتوفر على ضغط الهواء أو كومبريسور بهذا الشكل لذلك سوف نستغل هذا الكمبريسور لابتكار مكنسة كهربائية مع هذا الأنبوب المائي والتي سوف تنفعكم في مجالكم المهني بإذن الله فلنبدأ على بركة الله في صنع هذه المكنسة الكهربائية الجد بسيطة نحتاج إلى هذه الأنبوب نقوم بقطعه من هذه الجهة بشكل مائل بهذه الطريقة أما الجهة الثانية سوف نقوم بتقبه بشكل مائل بهذه الطريقة هكذا طبعا بعد قياس رأس هذا الضغط الهوائي بعدها نقوم بتقبه كما ذكرت لكم بهذا الشكل هكذا بشكل مائل وبعدها نقوم بتركيبه بهذه الطريقة بشكل مائل بهذه الطريقة ومكنستنا الكهربائية صارت جاهزة للاستعمال هيا معنا لنقوم بتجربتها معا ترجمة نانسي قنقر اخوة الكرام إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أن تكون قد أعجبتكم الفكرة إلى أن نلقاكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته